أطلق الاتحاد الدولي للنساء المسلمات في رعشات الحملة التوعوية الخاصة بحس سكان مدينة أنجمينة خاصة الأمهات على ضرورة الاهتمام بتعليم البنات وجرت المناسبة بمقر بلدية الدائرة الأولى بحضور رئيسة الاتحاد البتول زكريا وعمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم صيام التفاصيل لدى محمد حسن آدم انطلقت رسميا الحملة التوعوية التي جاءت بمبادرة من الاتحاد الدولي للنساء المسلمات فرعشاد من مقر بلدية الدائرة الأولى وذلك بهدف توئية سكان مدينة أنجمينة لأسيما الأمهات على الاهتمام بتعليم الفتيات ومكافهة الزواج المبكر حيث تخللت المناسبة عدة مداخلات منها كلمة عمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم صيام الذي أشاد بهذه البادرة التي تسائد في التنشية الاجتماعية السليمة للمجتمع الشادي رئيسة الاتحاد الدولي للنساء المسلمات فرعشاد في كلمتها الافتتاهية أشارت إلى الهدف من تنظيم هذه الحملة التوعوية الغافلة التوعوية عنوانها تعليم البنات من أجل التمكين الاقتصاد للمرأة وكل فوائد الإلم البودن في المجال الديني وفي المجال الدينوي كل سمعتو والتعليم دقوة الدينة إن شاء الله لمساهمة الكيانة لأنه نحس في راسة بناشد دائما المجتمع وخاصة المرأة في تعليمها وتعليم أطفالها هذا وفي سياق متصل فقد حملت السيدة البطول زكريان نفس الرسالة إلى سكان الدائرة الثانية والتي مفادها الاحتمام بالتعليم على سيما تعليم الفتيات وفتح الفرص أمامهن لمواصلة الدراسة حتى المرحلة الجامعية لضمان مستقبلهن وكذا المشاركة في بناء الوطن كما أثنى أمدة الدائرة فتح دق أحمد على جهود الاتهاد وما قدمه من خدمات ساهم في تعزيز المبادرات السلطات الأولية في البلاد الرامية إلى ترقية قتاء المرأة والشباب وننوه بأن هذه الحملة التوأوية ستستمر لتشمل الدوائر العشر من عاصمة أنجمينع ترجمة نانسي قنقر